اشتركوا في القناة ومنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا فلا تدره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مربادا كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه رواه الإمام أحمد ومسلم قال النووي قال أهل اللغة أصل الفتنة في كلام العرب الابتلاء والامتحان قال القاضي ثم صارت في عرف الكلام لكل أمر كشفه الاختبار عن سوء قال أبو زيد فتن الرجل يفتن فتونا إذا وقع في الفتنة وتحول من حال حسنة إلى سيئة قال الحافظ بن حجر في فتح الباري وتطلق الفتنة على الكفر والغلو في التأويل البعيد وعلى الفضيحة والبلية والعذاب والقتال والتحول من الحسن إلى القبيح والميل إلى الشيء والإعجاب به وتكون في الخير والشر كقوله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة انتهى قلت والمراد بما في حديث حديث رضي الله عنه الفتنة في الشر لقوله فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء والله أعلم وعن ميمون بن أبي شبيب قال قيل لحذيف رضي الله عنه أكفرت بن إسرائيل في يوم واحد قال لا ولكن كانت تعرض عليهم الفتنة فيأبونها فيكرهون عليها ثم تعرض عليهم فيأبونها حتى ضربوا عليها بالصياط والسيوف حتى خاضوا خاضة الماء حتى لم يعرفوا معروفا ولم ينكروا منكرا رواه بن أبي شيبة وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه أنه قال أبشروا بدنيا عريضة تأكل إيمانكم فمن كان منكم يومئذ على يقين من ربي أتته فتنة بيضاء مسفرة ومن كان منكم على شك من ربي أتته فتنة سوداء مظلمة ثم لم يبالي الله في أي الأودية هلك أواه نعيم بن حمد في الفتن السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لمزيد من العطاء والتألق ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة